قبل ما بدأوا في هذا الجزء عافاكم 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 ما خسرتوا له إذا خليتوا لي التحت واحد الضغط على زر الإعجاب سوف يفرحني و سوف يجعل المحتوي تقترح على ناس وحدة أخرى يستفدون منه و سوف يكون كعادية منكم لما لا تكلفكم حتى شيئا و هذا الجزء تفرجوا فيه بوحدكم و إذا ما زال ما شويتش للأجزاء البارح و البارح ما يجعلون في هذا لأنك لا تفهمي فيه حتى شيئا فخلي ما أتعطلش عليكم أكثر و نقول لكم يالله لنبدأ دعوناها لنضي ثراج الماء والقهوة و قلت لها بما أنني سوف نتوش من بعد نطف حالتي و اذهبت إلى الدار عند ماما و قلت لها نوضي رأي واحد سيدة تسني شي فلوس و قلت لها نوضي حتى تسل فيه من بعدها غير نوضي و سوف يتفهمي كل ما في الطريق و قلت لنا و ابدأك السيد اللي كان في واحد السناك اول مرة سوف نتلقى به اجبت لها الوليدة ديالي تبارك الله و ما شاء الله كان لابس واحد فوقي اللي هي زوينة و دير واحد الشاشية من فوق من رأسه و سبرديلة و كيبان صغير فوجهو و هزمعه واحد البواطة ديال قاطو ديال اليوز صراحة عجبني شنو دار و أخا ما كانت شي حاجة معالغ دلي كان غادي في حاله الأوروبا غادي يقول ماما سميتو و كنيتو و المشكل اللي خلاه انه يتفرق على مرته اللولى و باللي انا كانت مسلمة و من ادير النقاب ديالها حتى ولد كتضربو كتعيرو و تسكميقاه و كالدير مستحيل باش انها تفرق ما بينه و ما بين ولاده باش انها تخلص فيهم الى ما آخره سيد لا تشوبهو شائبة أبدا غادي تقول لي الوالدة ديالي انت عجبتيني ولا اني ما عجبوني شنو طروف ديالك و راح شوية قصحين على بنتي حيث ما زال بقا صغيرة قلت له ولا اني عابتش شنو يكون خير امت بغي تجي و شهر فلان فلاني غادي نجيب معا يا امي أرجعنا في حالنا وبقت على تواصل معها في الواتساب و انا ما كانش عندي انا ذاك التليفون كان كيصفت لي ميساجات غير فالشي يكون بسالي في التليفون و كنت كان جاوبه و كنت ديال له صونت خاص باش نعرف بلي انا وهو و بقيت كانت تعرف علي اكثر ولكن تفقت انا وياه انك ما تقول لما ما عافك بلي انا نتعرف علي في ذاك السيد نساء الزواج جميل مراهج حال من المرة كيقلس معي وسطخوتي و الوالدة و رجل امي ما بقاش كيشدني ولا يقرب لي نهائيا بحكم انا ودي سيد ملتحي وشد في الدين ديالو احتر واحد من نهار فين غادي يجيب امه و غادي ندير الخطوبة اللي فيها غادي تلبني باش انا ندير معها الفتحة و قتليه لا و احتر الوالدة ديالي قتليه لا احنا ما عندناش الفتحة في البلاد حيث بحكم هو في اوروبا عندهم هذه القضية كي تزوجه غير بالفتحة قال لي هلا غادي نعطيك عهد الله انني ما نقربش لها و غادي نخرج معها غير في الحلال قتليه لا خرج معها فين كهنين عباد الله ولكن ما تكونوش ببحتكم على اسد زي ما كتفكر فيي المهم بقى كل مرة تيجي لعندي للدار تيشوفني و بحكم انني مازال مديرت 18 سنة غادي ندير عند قاضي الاسرة هو اللي يحكم واش نتزوج به و غادي ندير قدام القاضي و لكن قبل ضروري الحضور ديال الاب البيولوجي ديالي و انا ما عمرني ماشته غادي نمشي القلب انا و الوالدة ديالي و في ساعة ديال ما قانا غادي نعرفو فين غادي القاوة و غادي نمشي و غادي نبلينا هو مرصو و زوج ديال ابنات و زوج و اناد وقفين كي يتسننو نزلنا سلام سلام الوالدة ديالي مشت مع السيد لي وصلنا و هو يقول لي يا هو الاب البيولوجي ديالي اجل هنا انت يا تلمع لاخوتك بحالك تيهضر و واحد الاسلوب و واحد طريقة في الكلام راب ما يمكنش ما كيناش سلام بنتي يعنقني و ليتلحي عليا ووالو ناشف ديال بحال ديال البونجة ناشف انا بحكم انني كنت حاقدة عليه و كان بنسبة لي هو السبب في ذلك الشي كامل اللي كنت نعيش شفت فيه و خنزرت و مشيت حدا ماما ما سلمت موالو اغادي قوليه ماما سماع فلان اراني ما جاي نطلب منك لنا فقط ولا حتى شي حاجة بنتي بغا تزوج و عندها غدا موعد مع القاضي بغا تكتحضر فيه فقط بنتي رامو عزيزة مكرمة ما طالبة منك لادرهم ولا نص رامعة واحد السيد كي يتتعامل معها كتر من بنت ومها اللي فيها فما تخافش ما راني شي جاي اذيك مرمورها غادي يقول لي يا صافي ان شاء الله و غادي يمشي معها المقاطعة مرمورها غادي يمشي معها الموعد متاع القاضي اللي غادي نكون معاهم فيه و غادي ندخله كاملين سلام سلام ابنتي اراني شفت الملف ديالك ولكن هاد الزوج رامي يصلحش ليك كيفاش انتو ما بداع الولدين بخلين بنتكم ان هاد الزوج برجل كبر منها اللي ما عارفش حتى فاش خدام ولا شمو تيدير لا لا ماشي معقول هادش يا بنتي سير ركزي على قريتك و هاد الولدين اللي عندك الله ياخد فيهم الحق قلت لي الولدة ديالي اسمح لي يا الشريف انا راني صهرت على بنتي اللي يالي و خدمت وتقاتلت و فعلت ابها اللي هو قدامك فاش بغيته في الساعة ديال ما كانا راني جبته رامرو معقل عليها و انت على المات سيري منتك творش. قل珍ة في سيادت القاضي انا بنتي ما ام المر ما مشفتها شفتها اول مرة شفتها و قلت اذا كانت هذه الحاجة الوحيدة اللي انا قدر نديرها نديرها لاجهي الله. القاضي سيف Kirkحل على بعيدا يلمتها يمكن انا تنبكي و اتنبكي و قل ايا المات بحديثين而且 انا حتاึين أolu هذه حالة كلها بش أني تدري هذا الفير مرة بذكر كبير بل بانه تدورك و الاول كص Research Fund's Table وهذا كان هو اول انظار لي من مراها ما غديش يعجبني الحال وغدي نتأزم وغدي بقى في الحال بزاف بزاف نتع الحويش غدي نتأزم لانه اولا ذاك سيد ما كنش بغى نشوفوه واحد الحاجة اني نسيت ما اذكرش لكم هي انه فاش كنت انطح فسط هاد المشاكل مع رجل امي ومع امي كنت انحاول ان انا اقلب في فيسبوك على عائلتي منهم عمامي باش انهم ربما يعتقوني ويديروا لي اشي حل وفي نفس الوقت كنت حشمانة منهم حيش هاد شي ما كيتشاركش ولا يشرفني باش انا نمشي نعاود والشي حد هذا هو الفكير ديالي منين كنت صغيرة اما دبا فاش كبرت اعرف بالي انه ما عندي حتى شي دنب وما عندي حتى شي غلط فهذا شي كامله وغديكن عندي الحق في قاعد ذك الشي اللي كنت غادين العاود وغديكن عندي الحق انني نتفرقع ونخرج ذك الشي للداخل فيها المهم فاش كنت نقلب في فيسبوك انا ذاك في السان كيام ديالي اذا ما زال بقي عقلي ينفع سنلقى واحد السيدة اللي عندها نفس الكنية ديالي وبالزاف اللي دويت معاهم وكلهم تقولوا لي باللي انهم تنعرفوا بابك وراه دارك حتى في مختافون واحد السيد اللي عمر ليه الدار حتى هو دويت معاه واللي غدي نكتشف باللي انه العم ديالي واحد مرة غدي اقترح عليا باللي عندي بلي عندو شي شغل في هذه المدينة وش بغي نتلقاه فرحت وقبلت غدي نتلقاه معاه وغدي يجي عندي حتى لمدرسة وغدي يهزني بالطاكسي وغدي يدوي معايا وغدي شرية حلوة ويوغورت وقالي يا واش نقدر ندك تشوفي جدك قلت لي واش غدي تديني نشوف بابك ولا جدة ندك تشوفي امي وابك ما عندك ما تدري به انا استغربت وتتعجبت قلت كيفاش هذا اللي اخوتي يقول بحلاد الهضراء يوصفي المهم وهو اللي تعرف شنو كاين هاد عمي يا سادة يا كرام كان هو صغير فيهم كامنين وعندو ثلاث ساعة الوليدات ومزوج ومشيت معاه وغير غدي يدخلني لهلي يوريكم الاستقبال اللي غدي يدر لي جدتي كاتبوس وكاتعنق وطحت في الارض وطحت معاها وكاتبوس وكاتعنق وكاتبكي الله يا بنيتي ما خليت فيه نقلب تعليك البناتي ذا كانوا غدي المدرسة نوقفون بقى نشوف فيهم ونقول لهم يا بنيتي يا غفران يا بنيتي يا غفران فين راك دابة وليش مكديري عمتي حتى هي كذلك ومثال ذات لي نفس الاستقبال وانا ذاك شيء صراحة انا ذاك كان عندي دنيا وما فيها حسيت باللي انا وشحد مهتم بيا شحد كي يبغيني من قلبه غدي هزني بالطاكسي وغدي وصلني منين هزني بالطبط وقالي يا تهل الله يفرسك وصبري رامع عندكسي والله ونزيدكم باللي انا عودت لهم هالشي اللي توقع لي كله وقالوا لي يا شوف يا ابنتي حنا يا بني بغينا لك غير الخير ولكن امك غدي تدر لينا المشاكل وما غديش نسلمو منها انا صافي غدي نمشي وغدي نفقد الامل لانه ما لقيتش اللي يوقف معايا ما لقيتش اللي يجرني من هاد العذاب انا تفهمتهم صراحة لانهم طروا ليهم مشاكل مع الام ديالي اللي خلاهم انهم يخافوا منها وقالوا لي بنسبة الاب ديالك راقلب عليك غير مرة واحدة واصلا هو كان عارف درجتك ليه يموت امك ولا اني عمره ما بغي يمشي ولا يسافت الفلوس فدبا ما عندك ما تدري به واحنا را صخطا عليه وطاردينه حيتاش خون لنا الفلوس ودر لنا وفعل لنا انا منسمع تلك الشي صافي هزيت عليه الده المهم نرجع معاكم في مكنت لما اخرجنا من المحاكمة هاد السيد غدي بدي يصفت الماما وديوهات ومساجات السيد بمعنال الاب البيولوجي ديالي ويبدأ تيقول لها فيهم اجي نرجعوه احنا را بنتنا بكبرات شي حويج لصراحة تليلا علاقة معا العلم انه الام ديالي مزوجة واحتوى نفس الحاجة انا ما عارو شرخ الله يقول هاد الكلام واش ماما غراته والله الله اعلم غدي تقول لي تعالي تشوفي بباكشنوتي يقول لي انتي ويا راكم تريكا وانتي راكي خرجك تشبهي لي كتسمع فيه ما لذى وطاب يا الفعلة يا التاركة فهذه المرحلة غدي مقاف تواصل مع دك السيد اللي جاو خطبني وغدي بدك يجي مرة مرة من اوروبا وغدي بدك نخرجوه نهاردة 18 لسنه غدي مديرو شهادة الخطوبة وحضرات امه علما انني تقول لي بالي انه ما بغدش ندير العرز اعطاني عاهد الله انه غدي تطلع فيه كان انسان لي هو درويش لدرجة انه ما يقدرش يحطى لي تصبعه في يامات الخطوبة وانا صراحة كان عاجبني هاد الحال فهذا المدة الراجل امي ما كانش يقرب لي ولا تيهضر معايا واحتم ذلك الحركات لليما كنت كان ندوز من حداه ويديرهم لي ونمشي القنطوري نتعديك الدولة ونجوب الى اسئله الى ما اخره فجاء الوقت فشأننا ندروه للعقد المغربي جاب لي الخاطب معاه كل ما لده وطاب من الهدايا والحلويات كأنني طفلة تلت سنين وسط المارشي ديال الحلويات جاب لي اللي بغد اللي حليت عليها فمي ايضا غدي نعطاني الفلوس في صداق اللي كانت فيهم 1.40 مليون ريال الوليدة اللي يخليكم هزتها وعطتني منها 1000 درهم وقالت لي سري القصارية وشري لك شروط لتصافري مع السيدي قالت لي ماش انتي غدي تصافري معا وتلبسي البيجامات اللي كنت تشقي بهم عندنا في الضال سري شري لك شي حاجة مقودة على العيالات المزوجة ب1000 درهم اما ما تبقى كله درته في جباية ورجلها طبيعة الحالة انا عودت لي هذا الشيو ساندني وقال لي دابر بيعودك خير وقالت لي قصص الأنبياء وكيف تصبره لكي نزيد في التبات ونزيد في الصبر سوف نسافر مع هذا الانسان سوف نكونوا شدين الطريق وسوف نسألوا مين سيدي ماشي سوقك هنت سوف ترى مين سوف نحن وامسا سوف نرجعوا سوف ندوزوا 20 يوم سافر ومن بعد سوف نرجع لداركم من المرأة سوف نقول لي عفكة وخد تحبس واحد في الجنب الطريق سوف ننظر معك سوف نحبسها وقال لي سوف نعطي اسمية مونير أنا لا أريد أن نبدأ معك حياتي في المشاكل والكذوب نحن لا نستطيع أي شيء وراك بإمكانك تمشي وتلغي عاد الزواج من المرأة العضرة التي سوف نقول لك قال لي بسم الله على بركة الله قال لي مباشرة ما هو الأهم وما تبقي شعفك الضر لأنه لا تعجب بيش بحالك عودت لي المشكلة معارج الممي من تقطق السلام عليكم بالتفصيل وأكثر من ذلك ما عودت لكم وأنا تهمك عودت لي على ذلك الولد وعودت لي على كل شيء لأنه الوقت والزمان لا أعرف لماذا سوف يقع لماذا قلبت أنني نعطي قرصي وكل شيء هذه الفترة صراحة ما كنت متعلقة به من غير أنه تعجبني وصافي ولكن ما كان الحب أعطني ودنيه وسمعني يمزيان من بعد سوف يتقبل الأمر و سوف يقول لي ماشي مشكلة ولا أني كان تأسف أنك تزوجي بيا فقط من أجل أنك تتعطي من ذلك الوضع وما تزوجي بيا ولكن دابة أنت ستكوني مرتاحة معي غير صبري واحد شوية هذه الفترة فرحت وحيته أتقل كبير فوق كتافي لم تكن تسنة أنه يجبني بهذه الطريقة أنا في ذلك الوقت كنت عاد بديت في الوراق مع القنصولية المهم شي تنويها الوتيل اللي كان زوين في مدينة واحدة أخرى المهم شيء اللي تتمنى أي بنت خرجت من حي الشعبي وتزوجت بإنسان اللي هو مزيان خلقا وأخلاقا قاعدك شيء اللي تبغي أي بنت في حدود الحلال والمعقول دات هذا السفر وحسيت براسي أنني مرتاحة سلا ودوك الأيام وهو خاصه يمشي في حاله وانا خاصني أنني ندخل دارنا بيد ما يخرجوا الوريقات اللي دفعت لهم الرجل الممي ما بقى كيدر لي والو الرجلي غادي يقترح علي واش أنني نمشي نعيش مع دارهم أنا قلت له لا رغم النار عرفتك ما بقى هو كيدر لي والو يعني ما عندك مناش تخاف فخليني ندوز ما تبقى معاهم ولكن اللي غادي نكتشف من بعد هو أنا وذيك الفترة اللي فيها راجل أمي ما كانش يقرب مني لأنه كان مريض اللي خلاه أنا هو يدير واحد العملية من بعد قبل ما يدخل العملية ايو اللي كي يطلب مني السماحة عفك سمحي لي علش منو اللي يدوز عليك ماما قد قد تسولني غير علش هو تيطلب منك السماحة ضرها راسها أنا سكتت بحدي كتليها ويسألني هو علش وكتلي الوحب النهار من بعد ما ماشى راجلي سيخسر لنا شوفوا اللي عندنا في الدار وقالت لي أمي ادخوتك يدوشوا في الدار الكاريان اللي فيها الدوش الدوش اللي هم حيش جدنا عندهم المدرسة فعلا تكشي لقدرت يالله ندخل وقبل ما ندوش لهم راجل الوليدا ديالي كان يبقى يمشي و يجيه لي مع تفاصيل وأخرى حشو ما نعودهم ديت نقول مع رسي يا والي ماذا أخذت ورجعته باقي ما زال أكا؟ كاللقى باقي ما زال نفس الإنسان وقلت لي واش انت تسطيتي؟ راني مزوجة ولكن وجدت من الجينتي والناس أنني نكون مزوجة ونكون عندهم في الدار يضرب عصفورين بحاجر المهم سنتدخي خوتي ودخلنا للدار اللي جمعتها ودستشي سويات يالله بغيت نقلس نتجبد نتفرج في الصالون حتى نسمع السوات يتقرقوا في الباب هزي التليفون ديالي حيث كان شره لي يا راجلي كانت في بيتها مع وليدتها اللي كانت تتغوطي هي وياهم وصوتها تاوكا مسجل في ذلك التسجيل أول شيء هو يدخل ويمشي حتى الخرد حتى يتقن باللي أنه كل واحد فين كين وفاش ملحي ويرجع يقلس في الصالون وفق من راسي وهو تيضر التليفون تيسجل أنا بغيت كتديري لي وطوحشتك وكلام فحش صراحة ما كذب عليكم القبر وما عارش واش غادي قبل عليها تكشيل دار ولا لا فرسالة قدرته وليس في حاله وانا قد نقطع ذلك التسجيل وانا تخرج وقلت مع راسي شنو ندير دابا؟ نفرق عادر مانا معها تسيد وقلت عارشي شنو غادي ندير؟ غادي نسكت مع العلم انا في السنك يام والسيزيام كان المدير والحريس العام وكل شكعية الماما في المدرسة ويقول يا راب بنتك هم نشكتعاني وها شنو توقع لها؟ ولكن ديما هي كان عندها نفس الجواب لانا غفرة نرع مريضة عندها طرابات نفسية لا تقوم بها مني سجلت وقلت عرفتي شنو حخلي عندي هادشي ما بقاولو نمشي في حالي عند راجلي ما كيلل لشنو مره دراسي كانت نيتي الوليدة ديالي كانت بغى تدير عرص وطمع فراجلها انه يهز كريدي بشي يدير لها ذكي هي بغت الوليدة ديالي اصلا كانت تعيش غير على ودعيني الناس المهم مكتبش انه وراجلها لانه في الليلة كنت كنت نسمع كي تتغوت مع ماما في البيت ودار فيها غضبان وجاء الصالون فين أولاده كامل الناسين ومجا غير يتخلف معي انا وبدأ يدير حركات مخلية للحياة سوف نهز التلفوني وانا تمكي سوف نصفت الماما وقلت لها هكي شوفي وصل لحد الزبا ما قدرت تششنها اذا كوالحل واحد سوفت لها سنين وانا كنقول لك راجلك ما راجلك ودابا سوف تقول لي انه يجي نضيه سوف نقتله ونقتل راسي وحده من الزوج صفتت لي بالضبط ابوه لي اشهد شي اشهد شي كنسمع لحوله والاقوت حسبي الله ونعمل الواكيل نضيه جد كتجرر عنده وكتقول ليه نضيك عاد ما تنعش لي احد ابنتي شنو هادشي ايو شنو غادي نقول لكم لاغدلي غاديت نضيه في الصباح مع العلم ان او داك النهار كان عندي موعدة الفيزا ما غاديش مشي بسبب هادشي هي نضيه وانا نعسى في الصالون مع قلاش على راسي غادي تحيد علي المنطة بطريقها ماجيه وغادي تقول لي نضيه الفعله شنو كاين ياك مالك ياك لابس قد تكتشوفي ويد قولي انا غادي نخرج وانتي سيري عنده شنو هوا اه انا غادي نخرج وانتي سيري عنده عناش غادي نمشي عنده بالسلامة مالي حمقه قلت لها في خاطره ايوه غير سيري اذا راكي متفق معاه وخالله خرجت وعود رجعت وقلت لها ايوه انا جيت ما تراوالو وعليش ما تراوالو وفين هو الكدوب ديالك ذاك الشي كامل اللي سمعتك وما تيقتيش الله رحملك الوالدين سيري بدلي سعب اخرى راني قريبا مشي في حالي ما غا تبقيش لا لا ها كوني هانيا غادي نعكس لك ذاك الشي كله وما غادي تبقي لأوروبا ولا راجل غادي تبقي هنا انا انت كرفس عليك وهو تكرفس عليك وانتي اصلا ما محتاجش زواج راح عندك راجل علام زينتهم براك ايوه يالله تخيلوا الدبا معايا وغادي نعيط على راجلي وكتلي شوفها ولدي الناس سمح لي بساف ولا اني بالصح ما غاديش نقدر نجي حيش اشترت لي حاجة خيبة وبحكم ان اماما كانت دايرة لي الحصار وكانت قول لي اذا عودتي هاد الشي لشي حد غادي نقتلك فما كونش بغاها انها تتق الخبار بلي انني عودتليه اتضخرت ليها انا واخوتي غادي نعيط ليه باش هي ما تتقش الخبار ولكن خطيرة هاد الام لي ما غاديش صراحة عمرني نسمح ليها تبعتني حتى كتبان ليها جاي قصدان وحيدت لي التليفون خطفته لي وقعتني كندو معه قلت لي شو كديري راني كندو مع راجلي اري التليفون وانا كنت باغي سمع هذا الشي اللي كيدوز بيناتنا هو اقطع وطلعنا على الدار وقلت لي يا كابنت الحرام بغتي تشوه هنا قول اللي بغتي انا راني مآمنة بلانا وربي غادي خلصكم وهذا الشي اللي كدير فيه كامل ما غاديش يدوز عليكم بخير سفت لراجلي اوديون قلت لك الشيطان باش يسمع على ودنيه كل شي من المراهجة راج الامي اللي بدك يقول لي ايه شو قلت لك يومين عندنا بغية جيت فرتكي تقول شو تمشي في حالكيك ما قلت لها قلت لها قلت لها غير تهنة غديت دخل والده وسمعت له راج وبدأت تسول شنو كاين سولي هو شنو كاين وقلت لي يا دابا غديت تقول لي يا شنو كاين من الأول غدي بدك ان تنخصص وهدي نعود لها بالتفاصيل بلا انه كان يجيل عندي البيت ويحل على اليدوش وهشمو كايندير غدي ينوض يخبطني على ماما وغدي يقول لي يا سري في حالك وخرجي تخينوا معي البليد ما دافع حتى على راسه قلت غير تنشوف خرجوا من البيت وعودت رجعت ماما وقالت لي يا شوفها بنتي سري لذيك البلاد ونسينا هذا هو الحل الوحيد ديالك ما ديري بنا انا ما فهمش عش قلت لي هالكلام في ذلك الليلة غدي تهز التليفون ديال المحترم وغدي تعيط على رجلي وغدي تقول لي اسمع والدي احنا ما غديش ندير العرس الله سهل عليكم هو عيط لي يسولني شمو كين بالتفاصيل عاودت لي كل شيء وقال لي انا ما كين لاش ندير العرس عاود عيط ليها وقال لي هالله غدي ندير العرس ما كين لاش انا نحرمه غفران غدي تقول لي ولا اني ما عندناش الفلوس واشروفه دبعه ثاني فين غديد دخل هم عندهم والكريديات كانوا فشكي هزوهم تيسالي وهم كيف شرب الماء قال لي اراني اعطيت لأمي ما فلوس انتاع الصداق ولا اني احتهدوك ماشي مشكل انا غدي نعطيكم مليون ونصف اما ما غدي سعطاني زوج ديال المليون هادية غدي نعطيهم لك ودري حفيله قدام الدار غير باش تفرحي ديك البنت قلت لي لا اسمح لي يا ولدي المقام ديالنا ماشي انتاع حفيله قدام الدار مش تلقى علي سوية 17 ديال المليون وقلت لي بغيت عرس تما اهو بغى يحماق ما عجبوش الحال لانه عنده مسئوليات في الحياة من غير متطلبات ديال ماما المهم غدي تقاتلي وعطاه خاله زوج ديال المليون وعطاه امتاهم الوليدة يعني ولات عندها خمسة ونصف ماما بقت على التواصل مع ماما من الخطبة وهي مسكينة عند بلاب اللي انه احنا لي ديالي العرس وباللي هو اعطانا غير فلوس صداق عند بلاب اللي انه اعطت لولدها زوج ونصف وبينها وبين ماما اعطى ثلاثة ديال المليون عديدوا الفلوس اللي كانت مرة مرة كانت تصفتليها حيث ماما كانت تقول لها بلي انه ما عنديش بحكم انه السيدة ميسروا عند هالعقارات ايو اخوالات راجلي معجبهم شدك الزواج الناس بغين يعطوا بنتهم بش يديها ولدنا الخارج وصافي السيد غدي بغي يحمق حيث لما غديكتشفي هادشي غيبقى فيه الحال وقال لي بلي خليها من الله ما غديش نحاسبها كان طلب ديالو الوحيد لماما هو الديري العرس نعاونك فيه غير هو الديري الرجال ببحدهم والعيالات ببحدهم حيث ما يمكنش انا نبرك بالحيتي في الوسط ونبقى كنشوف العيالات كيش تحق قدامي قدتلي صافي وخة كلامك اللي غيكون ولكن شنو دارتس مشاتس مع امو عندما لقاعة وزيدتها تقول لهم باللي انا وهي اللي بغت الاختلاط ثبتها فيها شهد نقول لكم مره هاد الام عجيبة وسبحان الله لهذا الراجل ما قدرش مازالي تفرق معي حيث ماما دارتليه نصبر وحتياله دارتلي جميع الوسائل بشيقول يالله يعاون المهم دازل العرس ومشيت مع راجلي واخيرا فرادركم غدي نرتاح لا مازال هنا غدي تبدأ مرحلة واحدة اخرى من حياتي ربي اللي علم كيفاش كانت مشيت مع السيد اللي كان عايش في استوديو ما عنديش بيت ديالي اولاده كانوا يجيوا كل ويكاد في كل اسبوعين مرسوا ما غديش تتقبلني وما غديش نتسرط ليها لان انا كنت صغيرة زوينة وحاطية اللي هين وهي عكسي تماما اعتدر ولكن كانت غليضة بزاف ما مهليش في الحالة ديالها خيبة كلها مش نتفى وريحتها كاريهة عزكم الله الله يسمح لي من هذا الكلام ولكن ذاك الخيوبة الباطنية اللي كانت فيها كانت خارجة في الظاهر ديالها وبشاهدت بزاف ديال الناس غر هي شفتني مع جبهاش الحال وعواجت وبغدت سطى كيفاش هو بداحياته مع درية لعندها 18 العام بداتك تحاول انها تقرب مني وتزرع في راسي افكار اللي هما مسمومين كانت كتقولي يا الرجل اللي انتي مزوجة به دابا را كانت كي يدير لي ويفعل ليه وخضت حسن المرتدي ديال التليفون انا ما نكذبش لكم انا كنت يالله جيت وكنت نقول انا هي الانسان الوحيدة اللي غادي تحل المشاكل انتعاد الزوج الناس غادي نبدأ حيات جديدة وغادي نقض الامور ما بينتهم وما بين ولدتهم ولكن ما خافي كان اعظم هاد المرحلة انا عاوتاني قصة واحدة اخرى ومرحلة واحدة اخرى ذاك شي ديال الافلام غادي تكون غضة في الجزء اخير ان شاء الله انا وكي بكتلكم تفاصيل ديولها بوحدة اراني تنقر التعليق ديولكم واحتغوا فرانك اتقرهم وصراحة انتي فرحوها المهم خلاص انت على اجزاء كاملها غادي نخليوها الحلقة ديالغضة ان شاء الله دمتم في رعية الله وحفظه سلام سلام اشتركوا في القناة